كل سنة وانتوا طيبين وحنا طيبين رمضان كريم نعاد عليكم ان شاء الله بالخير والصحة والبركة والسلام وأهم حاجة الصحة في الأيام دي عشان بيروس كورونا أبعدها الله وعنكم ان شاء الله مشاهدين كرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود بإمكانكم متابعة كل مواضيع الحلقة على صفحة البرنامج على الفيسبوك حياتي مع طارق السعود وكمان هنستقبل كل اتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام التليفونات اللي هنزهر منكم أسفل الشاشة النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو يعني جيه في وقته الموضوع ده هو ازاي تصاحب نفسك او ازاي تصالح مع نفسك ازاي ممكن تحول الحاجات السلبية الى حاجات إيجابية ازاي ممكن تحول العيوب الى مميزات ازاي ممكن نحول او نستفيد من الأخطاء في حياتنا ونعتبرها تجارب نجحة ونستفيد منها في المستقبل ومنكررهاش اكيد طبعا الموضوع ده حيكون معايا ضيفة مميزة جدا هي الدكتور فاتن شاهين استشارية في تطوير المناهج وكمان حيكون ان شاء الله معنا ضيفة تانية حنشوفها ان شاء الله بعد الفاصل لكن الموضوع المهم اللي هنكلم فيه النهاردة هو احنا محتاجينه في الايام دي يعني الناس كلها عشان الحضر والتجول وكمان ده اول شهر رمضان يعدي على جمهورية مصر وعلى العالم كل العالم الاسلامي في ظل الظروف اللي موجودة في العالم دلوقتي يعني لمة العيلة الفطار مع بعض السحور الصلاة التعبد الحاجات كلها اللي بنعملها مع الناس دلوقتي كلنا محرومين منها دلوقتي عشان الامور الصحية كمان قبل ما ابدأ في حلقة النهاردة احب انوه على موضوع حلقة اللي جاي ان شاء الله يوم الحد اللي جاي هنتكلم عن الدراما في رمضان ومسلسلات رمضانية اللي بتعرض دلوقتي على شاشات التلفزيون هنشوف بعد اسبوع من دلوقتي تقريبا اي اكتر خمس او ست مسلسلات بتستحق المشاهدة والمتابعة وايه هي الاسباب اللي خلتها تنجح في الموسم ده طبعا اكيد يعني صفحة برنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك مفتوحة لاستقبال كل تعليقاتكم ومشاركاتكم واسئلتكم تبعا وحنعمل بالتأكيد استفتاء صغير كده عشان نشوف اي اجمل الاعمال الرمضانية اللي انتو بتتابعوها وحنتكلم عليها في حلقة يوم الحد اللي جاي مش هطول عليكم وحطلع مع فاصل بس انه النهاردة موضوعنا حيكون موضوع شوية نفسي لكن بصورة ايجابية حنتكلم فيه عن الطاقة الايجابية والطاقة السلبية حنتكلم فيه عن انه ازاي نصالح مع نفسنا في اوقات الحظر وازاي ممكن نشغل اوقات فراغنا في الساعات اللي احنا متوجدين فيها في البيت مع العيلة ومع الناس اللي معانا في البيت اروح لفاصل وارجع معاكم بعد شوية افقوا معنا وشاهدينها وهذه عودة معكم وارك اخرى مشاهدين الكرام وزي من واحدة في بداية الحلقة حنتكلم عن موضوعين مهمين النهاردة موضوع الطاقة السلبية والايجابية وزي نصالح مع نفسنا في البيت خاصة مع الاولاد في وقت الحظر بسبب فيروس كورونا النعين مش المستجد وكمان حنتكلم في موضوع تاني هو تحضير المدرس بالنسبة للدرس زي حضر المدرس الدرس عشان كده انضمنا برضو النهاردة ضيط متميز بس بداية حب مرحب بالدكتور فاتن شاهين الساشرية في تطوير المناكس صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا مستوى بمضان كريم الله أكرم كل سنة ومتطيجين وكمان مرحب بالدكتور أو الأستاذ نادر عبدالصبور الخبير في اللغة الإنجليزية وتحديد المناكس طب أنا حبتدي النهاردة مع الدكتور فاتن عشان وقت الحلقة طبعا حيكون قليل وعايزين استغل جدا فحنتكلم في موضوع اللي هو موضوع الطاقات الإيجابية والسلبية وزي نصالح مع نفسنا خصة مع الأولاد في البيت بسبب وقت الحزر وكمان بسبب الدراسة والمدارس تفضل يا دكتور فاتن الأول طبعا بحييكو جميعا بحييستاذ المشاهدين وكل سنة ومتطيبين ورمضان كريم وإن شاء الله يبقى شهر كريم علينا وتبقى يعني دخلة أيام كلها بركة وبإذن الله تبقى الأمور أحسن بكتير إن شاء الله يا رب أنا بس هبتدي مع حضرتك ده طبعا موضوع مهم جدا إن الناس خلاص بدأت كلها تتخنق في البيوت خصوصا كمان إنه ده دخول شهر رمضان الكريم وحضرتك عارف إنه ده بيبقى طبعا التقوس الروحية والدينية والشعائر الدينية والصلاة طبعا ده موضوع عامل أزمة جراجة يعني يعني ده ده نمرة واحد نمرة اتنين طبعا التقوس الاجتماعية دي الوقت في كل حاجة خاني الناس ونخلي الأمور مش مش أحدش قادر يتعامل معها بيعني بصدر رحب فيعني هي حاجات بسيطة جدا حنتكلم فيها علشان وقت البرنامج ونقدر نفيد الناس بأكثر شكل مهم تماما الموضوع الفيروس هو الحياة فيه خلاص يعني ناس في الفيروس في العالم كله على فكرة خلاص زهت هي زهت من الموضوع لدرجة انها ممكن يعني حتى الإجراءات الاحترازية للدول بتاخدها وحكومتنا هنا يعني خصوصا يعني بصراحة يعني في الأزمة دي أثبتت جدارة هيلة في إدارة الأزمة لكن حقيقة الناس خلاص ما بقاش فارق معها يعني يعني الموضوع وصل بيهم لدرجة انها مش فارق معها الحبسة في البيت الحبسة دايما الحاجة والشغل برا طبعا دايما كل حاجة مفروضة عليك يعني دايما الممنوع مرغوب زي ما بنقول ودي حاجة طابع نفسي يعني دي بتبقى حالة نفسية فإحنا هنعمل زي ما تقول كده برنامج بسيط جدا فشل لأ أنا بتكلم نعمل إيه بقى في البيوت تمام ونبصر الموضوع إزاي بشكل إيجابي يعني هل الكورونا ده ما كانش لي أي أنا شخصيا شايفة وناس كتير زي على فكرة شايفة أن لها كان إيجابيات كتير أولا مبدأ الاستغناء يعني مبدأ الاستغناء ده في كل حياتك ده لازم يكون مبدأ أساسي يعني يعني الاستغناء عن إيه الاستغناء عن كل شيء أن أنت يابع عندك القدرة أن أنت تستغنى عن كل شيء في أي وقت لأي فترة لأي مدة مش بالضرورة أن أنا أسيرة روتين يوم أو عادات معينة أو عادات معينة وغرغبات معينة فأنا لازم أعملها طول الوقت وما أقدرش أستغناء عنها ولو استغنت عنها أو حصل أنها مش موجودة فأنا أحصل لي خلل نفسي واحتمال خلل عقلي لا الموضوع مش كده خلص وهو إحنا لازم يعني نبقى ده مبدأ على فكرة في حياتنا مبدأ الاستغناء في أي لحظة أو في أي وقت دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه لازم أتعلم إزاي أعمل أدير الوقت لإدارة الوقت لازم أتعلم إزاي أطلع من السلبي إيجابي أنا عمري ما هيكون نظرتي زي نظرة حضرتك زي نظرة أستاذ نادر زي نظرة إكس وعي زاد من الناس استحالة هنتفق كلنا أو يعني مجموعة كبيرة من البشر استحالة كلنا هنتفق بوجهات النظر لكن ممكن نقربها يعني فيه ناس شايفة أن الحظر الكامل هو الحل فيه ناس شايفة لأ أن الحظر الجزئي زي ما احنا عاملين كده ده البست سيناريو أحسن سيناريو في الدنيا فيه ناس يعني ممكن تشرب بقى شايفة نزود شوية نقلل شوية يعني صدودات النظر دايما مختلفة لكن الحكم ونظرتنا على بعض مش على الأشياء بشكل موضوعي ده بيخلي دايما فيه مشحنات نفسية يعني دايما بيخلي الواحد عنده توتر إزاي بقى يعني أنا لغاية النهاردة مثلا أنا بستهرف جدا على الناس اللي بتتريع عن الناس أو بتشوف أن هي لابسة كمامة لابسة جلافز واخد إجراءاتها الاحترازية في الإجراءات الأمن والسلامة علشان تحمي نفسها وتحمي الآخرين النظرة دي أنا بستعجب عنها يعني أنا يعني طب أول هو مبدئين كل وقت حر يعني مبدئيا بس ما لا تضر بس ما لا تضر يعني خلي بالحضرتك طول ما حضرتك بتعمل الحاجة اللي مش هتضرني أنا يعني مش هحكم عليه ومش هدخل في المساحة بتاعتك لكن إحنا في وضع دلوقتي لا لو حضرتك ما أخدتش الإجراءات الاحترازية وتقرأت إجراءات الأمن والسلامة لا أنت كده بتئزيني لا أنا كده لازم أتكلم وقول لها ده خد بالك ما ينفعش أنت حضرتك عايز تنزي نفسك أنت حر لكن ما ينفعش تئزيني عندك ناس في البيت وعندك أولاد في البيت وعندك أسرة أكيد أين كان أهل أولاد طيب ما هم دول أنت لازم تفكر فيهم مسؤول عليهم بالذبط فما ينفعش النظرة دي لأنها بقى موضوع يعني دخل في حالة كده أنا بشوفها أنا بشوفها بعيني ترياءة بصفة مستمرة وكذا وانتي خايفة ولا أنت خايف مننا واحنا هنعدي يا جماعة الموضوع مش كده خالص يعني يعني العالم كله بالذبط وهو برا على فكرة يعني إحنا مش الشعب الوحيد على فكرة اللي بيتصرف بالطريقة دي بالعكس أنا شايفها من الوعي هنا يعني فمصر من الأوائل للناس اللي بيعني يعني فيديو يلبسوا كمامات أيوة يعني أنا بقولها لك قبل حوالي أسبوع أو ترتيام بتدو يلبسوا آه بالذبط يعني أنا أقصه ده أقول أنه ده اسلوب وأداء في البني آدم هو البني آدم دايما بيحب ينتقد ويحكم حكم جوزافي أو حكم ما هواش موضوع جادجنج آه بالذبط على كل حاجة في الدنيا فبالتالي إحنا مش بنبص نفسنا هنحن نقض نبص على الغير طيب أنا النهاردة دلوقتي في بيتي أنا طبعا اللي بتكلم عليه ده لو تنفذ منه 60-70% يبقى ده إجاز عشان بس الناس برضو أو التوقعات العظيمة العنيفة ما تبقاش يعني إيه ما يصابوش بإحباط الكبار قبل الصغيرين دلوقتي مصابين بزهق وإحباط طيب أنا بس عايزة أعرف حاجة هو إحنا كنا طول الوقت وتحونة الشغل واخدانا في العادي قبل الكورونا مش كنا دايما في حاجات كتير قوي بنقول قصة فيش وقت نعملها عايزين نتعلم حاجة أو ندرس حاجة ما فيش وقت نعملها عايزين نقض مع أولادنا ما فيش وقت عايزين نتكلم معاهم في حاجة عايزين نعمل أي أكتبتي أي نشاط مع بعض عايزين نعمل حوار عايزين نقرأ أي أي نشاط كان المفروض إنه هو بره إطار الشغل إحنا كنا دايما بنقول قصة ما فيش وقت هل هو ما كانش فيه وقت هو مبدئان بس عشان نبعارفين هو فيه وقت بس إحنا ما بنعرفش ندير الوقت إحنا عندنا مشكلة في إدارة الوقت دي نمرة واحد نمرة اتنين طبقى دي المشكلة دي تحلت بقى عندنا وقت ما شاء الله الحمد لله مش عارفين نعمل فيه إيه ولا إيه لدرجة أن الناس زهئنة ودايما بتقول كده طيب هل أنت فكرت في حاجة معينة جدول معينة تعمله لولادك أو خصوصا في السن طبعا أتكلف السن اللي هو لغاية مثلا سن 10 سنين 11 سنة لكن بعد كده لا هما ومع ذلك برضو مشاركة الأفكار مش غلط يعني طيب إدارة الوقت دي إزاي ممكن نديره يعني إزاي ممكن نقسم الوقت إزاي يعني في ناس بيقولك وفي شعار برة بيقولك ما تقولش ما فيش وقت تقول أنا هعمل الوقت بالزبط إزاي أعمل أعمل الوقت إزاي سيقسم بالزبط أنا هقول لحضرتك هي ببساطة شديدة زي ما بيقولها هتحط جدول طبعا يعني أنا بتكلم هي مسمك جدول بس هو إنه حنامل إيه في اليوم يلا نسحى من نوم النهاردة ونشوف إحنا حنامل إيه يعزين نعمل إيه في اليوم كنا بنبعزين نعمل إيه مش عارفين نعمل طبعا وحنشيل منها حطة الخروج والزيارات لأنه دي نعوض الوقت بحاجات نعملها طيب أنا عايز أقول لحرك أن دي تجارب على فكرة حقيقية وموجودة أنا مش بحاجة من وحي في الخيال دي حاجات اتحققت فعليا في الفترة اللي إحنا فيها دي كل اللي كان عنده موهبة أو عنده حاجة نفسه يعملها أو عايز يعملها أبدع فيها لدرجة أنه فيه مثلا شباب عملوا مشروع مشروع بيشتغلوا عليه دلوقتي منه كيفية إدارة الوقت في فترة الحظ فيه ناس كان عندها المواهب بقى بتاع التأليف الموسيقى العصف التأليف الرواية التمثيل الغنى الطبخ الرسم كل الحاجات اللي ممكن حضرتها الرياضة الرياضة يعني مثلا فيه ناس لا هي كانت مجنونة رياضة وكورة وبتحب يعني ده موضوع في يومها مش يعني مش بسيط ده ده موضوع أساسي زي وزي الشغل طيب دلوقتي بيعملوا إيه هل هتقول لي مسلا حاجة ماهو برضو ماينفعش كل الناس ما عندهش القدرة المادية إن هي تجيب الأجهزة في البيت علشان تقعد تلعب عليها على فكرة الموضوع مش كده خالص الموضوع ولا هو أجهزة ولا حاجة أنا بس حذكر مثال بسيط جدا عشان بس دايما نفاهم الناس إن اللي عايز يعمل حاجة بيعملها واللي عايز يلاقي وقت عشان حاجة بيعملها راكي فيلم راكي تاع سلفاستر ستالوني من سنين طويلة كده هو ده مش كان آيكن للشباب هو ده مش كان حفز هو ده مش كان شخصية أنا بكالها شخصية يعني إيه عملت نفسها من اللاشي من اللاشي بس عشان صمم إن هو يوصل هو اللي كان بيتضرب ماتش عالمي كان بيتضرب عليه فين كان بيتضرب عليه فين بأجهزة وجم وأحدث العمل نفسه حاجات كان بيتضرب بحبال وطايرز وكذا يعني أنا أصدأ أقول لها حضرتك إنه هو لاب الرياضة مثلا لا هو مالوش علاقة خالص بالأجهزة والحاجات الفانكي والفانسي والجاليا عشان بس زي كده من موضوع التعليم إنه الناس كلها بتستخدم النات والناس كلها بتخش على جوجل وبتعمل سورش وتتفرج على أفلام وموفيز وبتنزل مسلسلات وبتنزل جيمز وبتنزل كل حاجة وفي الأخير يقول لك أصلا مش عارف أعمل بحث عشان أنا مش عارف أتخل أعمل سورش هو البحث بيأخد قد إيه سؤال يعني بطرح علينا كتير في سحل المرنبك حقيقي البحث بيأخد قد يعني إيه المهم في الآخر تلتزم بالكريتيريات أو بالمعايير والمطالب اللي هم حطنها لك طالما هتعمل كده خلص أنا بس كل الفكرة ده حاجة من الحاجات اللي هو سلبية جدا التكنولوجي وبكل أشياءها بكل اللي الأولاد قاعدين بيعملوا دلس يمضيعين وقتهم يا إما فلاي ستيشن يا إما أفلام أو جيمز يعني أنا أقصد أنه يعني طب أنت ما نيجي بقى أنا بقى كتب واحدة كبيرة كده اللي لازم أقعد ما أقول تعالوا تعالوا نعمل نلعب جيمز برضو وبستعالوا نعملها كلنا تماما يعني تعالوا نعمل الموضوع ده وبستعالوا نعملها وعلى فكرة نجحت وأنا واحدة من الناس مثلا عملتها تماما وهو اللي بصراحة عشان برضو أبقى من دياله حقه هو اللي اخترح مش هو اللي اخترح يعني يا بك أخترح حاجات تانية بس هوا نقصد بقى يعني فخلينا نعمل تكامل في الحتة دي نعمل حاجة نلعب حاجة كلنا مع بعض ندرس حاجة لازم الولاد الصغيرين وأنا بحط تحتها يعني يعني عشر خطوط أنه لازم الولاد الصغيرين اللي هو مثلا لغاية سنة ستة سبعة سهلة دي طاقة في النهاية أنا استحالة هستوعبها في الوقت دايق المحدود اللي احنا فيه لكن لازم يليهم مساحتهم يعني فيه قوضة مثلا دي خلص يعملوا فيها اللي هم عايزينه يلعبوا ويترسوا بردو وبعدين الدراسة والبحث طبعا نتفاعل أنه هنقسم اليوم يعني هنقسم اليوم يفيه ساعتين كده ساعتين كده ساعتين كده وأنه تتحلهم المساحة والفرصة أنه هم يقدروا يعني يتبقى القوضة مش مترتبة يلعبوا بس يرجعوا يرتبوها بعد ما يخلصوا لعب ويزبطوها يعني الاعتماد معبوسة هقول لحديك حاجة سستان يعني أنا دايما ضد ان احنا الشرطيات مش بس الشرطيات هو حديك عندك حق بس أنا كمان ضد انه أنا افضل افوكس على حاجة طول الحياة عملية متكاملة صح منتج متكامل فأنا لما هقول ليلو لازم أبقى منطقية أنا في الآخر أنا لازم أبقى واحدة منطقية حضرة كنت هتقبل انه داي يتقل لك كل ما حد يعدي في وشك وانت صغير زاكر 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 لا طبعا كنت هتذاكر حتى لو انت شغف جدا بالدراسة حتى لو انت بتحب جدا الدراسة أعتقد انه لا فهي الفكرة برضو اننا لما قديهم المجال يلا احنا كلنا نفكر كده وندي أفكار لبعض ونشوف احنا عايزين نعمل ايه دي كمان حاجة بتدي راحة نفسية ليه لان دا مش حاجة مفروض عليك دي حاجة انت اللي مختارها وانت اللي مقترحها يعني هنضلك موضوع الدراسة وننتقل للأستاذ نادر عشان نعرف منه النهاردة موضوع مهم جدا الصراحة موضوع التحضير المدرس للمادة وتحضير المدرس للدرسة مش الطالب المدرس دكتور أستاذ نادر فتفضل بالوقتي احنا بوينت مهم جدا التحضير دا انا مش بحضر عشان المفتش جاي شوف انا كاتب ايه في الفصل لا خالص خالص لو انت لو كمدرس انت بتحضر كده ما تحضرش حصل ومش برضو بحضر عشان اشوف انا هقول ايه لي الولاد بس لا خاضص برضو انا ممكن اكون مدرس شطر جدا وعند معلومات كترة جدا وما فيش بيني وبيني الولاد communication skills او communication اصلا فالمعلومات بتاعت بتروح تمام وممكن اكون مدرس معلوماته بسيطة قوي وقادر اشبع الولاد بيها فده كفاية ده اللي انا عايش طيب احنا بنعيب عن النظام الامريكاني انه مفهوش تعاليم والكلام الكبير الرنان دا النهاردة جاي معايا مثل بس عشان اوري الناس كلها قد ايه النظام دا دقيق جدا تمام انا هاخد نموذج تحضير من درس امريكي يعني السيستم اللي احنا هنشوفه دا اللي احنا في الامريكان سكولز احنا هنشوف تقدير الدرس ولا هنشوف ازاي المدرس بيحضر الدرس الطب اول حاجة هنضيلي مع تقدير الدرس تحدير الدرس تحدير الدرس تمام ان مبدئيا كده الدرس بياخد 12 بند ازاي بقى تعالوا نشوف كده هم ال 12 بند اللي الدرس بيعمله 12 بند 12 ايتم كل درس بياخد 12 ايتم طبعا احنا متخيلين الرقم ده كبير قوي احنا ممكن نحق منهم سبعة تمانية ستة بس مبدئيا مش اقل من سبعة تمانية مش اقل من النص مش اقل من النص طبعا اول نص نفسه اه يعني احنا هدلوقتي هنشوف ايه هما البنود بتاع تحقيق الدرس او تحضير الدرس اول حاجة تايتل العنوان العنوان ده بيكون فيه الكورس اللي انا بدرسه انا بدرس انجلش جريت 5 واسمي نادر انا كل درس بعمل فيه كده تمام طيب يبقى اول حاجة العنوان تمام تاني حاجة بعد التايتل الديت التاريخ فيه ناس كتير قوي بتكون محضرة بالسنة مثلا او بالاسبوع او يجيب كاشكلتة حدير السنة اللي فاتت ولم يجي المفتش ويرهوله ده غلطة كبيرة قوي كتير جدا بيعملوها لأ حضرتك هتكتب تاريخ النهاردة حتى لو انت محضر مثلا الدرس يوم الخميس والنهاردة الحد لأ حضرتك هتكتب التاريخ بالزبط تمام يبقى اول حاجة قولنا التايتل بعدين الديت الابجيكتف الهدف بتاعك كل درس له ابجيكتف والابجيكتف ده لازم يكون سمارت مش سمارت زكي سمارت دي حتى دوع الإدارة عارفين يعني ايه سمارت اوبجيكتف سمارت يعني سبسافك ليه هدف محدد مجرابل اقدر رئيسه اتشيفابل ينفع يتحقق بيركز عن نتائج واخيرا تايم باوند يعني ايه تايم باوند يعني احنا هندرس الكتاب ده لأ ده مش هدف امتى الاسبوع ده هناخد الكورس ده يبقى انا لازم كمان الهدف بتاعي في الدرس تخصيص الوقت المحدد تخصيص نتيجة وقت رئيسه انا مقدرش اقولي الهدف بتاع ان انا هتكلم انجلش لا ده مش هدف لأ انا هقول الاسبوع ده انا هدرس عشرين جملة هيجي الاسبوع يا اخلص طب انا ذاكرت كم منهم عشرين ولا خمسة عشر ولا تمانية ولا تسعة كده ده السمارت جود يبقى لازم يكون واخيرا تايم باوند محدد بالوقت تمام دي حاجة في امريكا واحنا ياردنا طبقها في مصر المعايير هو ما عندوش كتابه صغره وما عندوش كتاب خارجي هو عايز الولد في قولة ابتدائي يعرف يجمع ويطرح ويقسم ويدرب عايز يعرف كون جملة انجلش طيب انت بتديره الكتاب من البابلشر ده من البابلشر ده انا مليش دعوة الولد هتطلعني من الولد ابتدائي عندو المواصفات دي او المعلومات دي فانا بربط الدرس الدرس ده بينطبق مع انهي ستاندرد مع انهي معيار من المعايير بتاعت التعليم اه ده مع الاسمة يبقى ده ماشي مع الستاندرد طب لو مش ماشي مع الستاندرد ما بشتغلوش يبقى انا كل درس بربطه بالهدف العيم للوزارة او لهيئة التعليم هناك تمام انت بقى هتعمل ايه في الدرس البداية بتاعتك ايه البروسيجر هتمشي ازاي النص هتعمل ايه الفاينال هتعمل ايه كل جزء في الدرس هتعمله ازاي ده اللي انت لازم تكتبه بالديتيلز كلها ده كل ده المدرس وليس للطالب ده كل ده المدرس عشان انا عشان انا هذا المدرس بص ببص الموضوع المدرس اللي يزم يعمل كل النقاط دي كل النقاط دي assessment تقييمك للولاد انت خلاص شرحت الدرس وعملت اللي عليك هتقيم للولاد ازاي هم فهم ولا ما فهموش اكيد مش بالانتحانات لا 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 خالص التقييم ده ممكن هم يلعبوا جيم تمام ممكن اي حد ممكن الاستيعاب مش يعني مشارط انتحان بتقيم اللي انت عملته ازاي وانا مش بارم الدرس واجري لأ اما انا لازم اشوف الفيدباك برضو ممكن بالبحث وممكن بالمشروع ممكن مليون حاجة عشان كلمتين دول بقوا بيعملوا صدع للناس جامد ده تمام الهومورك في جامد جدا مهمة ازاي على موضوع الهومورك لا يا جماعة دهومورك الهومورك مهم جدا مهم جدا يبقى الولد لما بيروح بيراجع اللي انا عملته معا يعني حضرتك مع وضع الهومورك في البيت وليس في المدرسة بس ان شاء الله جملتين لازم في البيت لازم ما هو طلاب دلوقتي مش حاجة لا انا مش بقول اكتب لي سبقين صفحة لا 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 صح صح لازم يبقى في حاجة تفكره لازم يبقى ان كونتاكت انا بقول الطلبة بتوعي يبقى متصل بالدرسة بتاعه انا بقولهم انت لازم ساعة يوميا ان انجلش براحتك بقى عايز تقرأ عايز تسمع عايز تسمع عايز تشوف موفي عايز تكتب عن انت براحتك تمام بس بينك وبالانجلش في كده شرط ساعة يوميا ما تذكرش خصو اللغة لازم ممارسة اه طبعا فلازم يبقى فيه هومورك اوكي ازاي ندخل العلوم مع بعض اه طيب اني اقولها ببساطة انا بدرس فيزكس وهدي قوانين اسحق نيوتن مثلا للحركة طيب انا هخلي الولاد انا فيزكس وبشرح لقوانين نيوتن تم تشوف لي كده العصر اللي عايش في نيوتن كان عامل ازاي رابطته بالتاريخ حق بزبط تم تكتب لي ارتكل كده عن العصر ده رابطته بليجر وفين كان عايش حيبا جغرافيا يبقى انا الكريس كريكلام ده مهمة جدا ان انا مش بدرس انجلش يعني خلاص تم انا ممكن حتة انجلش تعدى علي وورلد ووروان مسح لأ ده انا لازم احكي وورلد ووروان يعني ايه والتاريخ كان ايه الجغرافة تغيرت ازاي دخلت خمس ست موضوعات عشان كده لما دكتور تاريش يقولي يا جماعة لازم الموضوعات تتدخل الرجل مش بيهزر ده بجد ده انا في كل درس بحضر لازم اعمل ده والقراء في معارضة للموضوع ده كبيرة ولا لا في معارضة طبعا والناس مش مجمعة مش فاهمين طب ايه السبب لانه مش انا بدرس انجلش انا ماليش دعا بحاجة انا بدرس انجلش بقى السنة مالي بالجغرافة مالي بالتاريخ تمام يعني انا مسلا ماجهش رح مسرحية لشاكسبير ما حضرتك مش هتقد لوحدك حضرتك مدرس انجلش بس لما هتيجي تعمل الموضوع ده هتجيب مدرس اه طبعا او حتى انا ذكره اه او لو انا ذكرته لأ معلش عشان بس نبقى موضحين الفكرة للناس تمام هو مش هيعود المدرس الانجلش مش هيعود يذاكر بقية المناهج علشان يعرف لا مش يقول له هيعودوا مع بعض بالزبط كده هو لازم يبقى فيه خطة العمل اللي بيعودوا فيها اول السنة اول السنة الدراسية واول او في الشهر او حسب ما كل مدرس اتحدد ويعودوا يتكلموا مع بعض في الموضوع ده على فكرة هو ما بيتنفسش 100% هو بيتنفس منه حوالي 50-60% بالقدرة على تنفيذ ده 50-60% وهو ده المطلوب لكن هو مش مدرس هيذكر بقية المواد هو ما هيعودوا مع بعض يشوف مستر نادر عايز يدرس الحتة الفلانية بالشكل الفلاني مدرس الدراسات عايز يدرس في الجغرافيا او في التاريخ الحضارة الادب الكذا الكذا فدول هيتحط لهم خطة عشان هما الاتنين يدوروا يكملوا كمام في سؤال هنا يطرح نفسه ازاي ما يبقاش فيه تشتيت للطالب لا مش تشتيت خالص انا بديله بس الباكرا انا بدرس دلوقتي الرياضيات وعندي قانون فيزيا مثلا ولازم ادرسه بالانجليش او حاجة بالانجليش معينة معايا وحتخش معايا التاريخ او الجغرافيا فده مش هيطلعني من موضوع الاساس اللي انا بدرسه ولا هيبقى اثرائي 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 طبعا انا هقول لي حرك مثل ديكنز تشالس ديكنز الكاتب العالمي المشهور اللي عامل جريت اكسبكتيشنز ووليفر تويست وتلف تويست كس كسير قوي تمام راجل ده مشكلته في الحقيقة انه بابوت ساجن هو صغير وكان مضطر يشتغل هو صغير جدا لو انا فهمت انجلترا في الوقت ده بيعين جدا اه بدا متمرمت طيب معلومة صغيرة من السوشل ستادس بتاعت بريتن في الوقت ده فهمتني 3-4-5 روايات السعوبة في كده شاكسبير مثلا معلومة هقولها معرفش الناس كلها عارفة ولا شاكسبير ما كانش بكتب عشان احنا نقرأ شاكسبير كان بكتب بلايز للمصر حتتمثل ما طبعتش غير مؤخرة يعني شاكسبير رواياته دي تتمثل مش هنا ندرسها كأدب فالبرضو ده هيخليه نفهم لهو كتبها شعر لهو كتبها بإخراج لهو كتبها بشكل معين مختلف عن الأدب التاني اه هو مش بيكتب نوفل مش بيعمل واقع يعني شاكسبير ما عندهش وصف اخره 3-4 سطور يوصف لك المشهد وخلاص مزي ديك نزي 4-5 صفحات يوصف المبنى بتاع الملجأ بتاع أوليفر تمام يعني وانا يزال الصراع مستمرا على الموضوع بتاع تدخل العلوم مع بعضها بس على الأقل على المدرس يبقى ملم بالحاجات البسيطة مش لازم دي تيلز يعني هو جوزت انه يعرف خلفية الكاتب ده خلفية الموضوع فين في أي سنة تاريخ الجغرافية بتاعت المدينة بتاعته فين شمال جنوب شرق غرب يعني أنا مثلا لو أنا درست خطاب لمارتن لوثر كينج مثلا نعم مثلا ما أنا لازم أفهم هو بيتكلم كده لازم أفهم هو بيقول كده ليه ده أمريكا بقى دولها يا حبيبي أمريكا مش بلاد الحرية يا سوري يعني أمريكا من 60 سنة كان البيض في حتة والسود في حتة وده اللي خلنا مارتن لوثر كينج يطلع يقول كنا عنده كل أنا مدرس إنجليش مش سوسرش تتذز بس لازم كنا عارف البوينت دي بس مش لازم بقى كل التفاصيل يعني أنا جوزت البوينت خليني تجثروا تمام طيب أنا عندي سؤال الدكتور فات يعني أنت شايف حضرتك أن الطالب لازم يحضر حاجات قبل سنة مثلا لما يشوف المنهج بتاع السنة اللي جاية يعني في الأجيازة يعني في الأجيازة يعني يقرى شوية تاريخ عن حاجات يعني معلومات عامة ممكن تساعدوا في السنة اللي جاية أو في المنهج أو شايفة إزاي ممكن واحد يضيف المعلومات دي ولا هي بتعتبر على حسب منهج الموجود أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني هو الموضوع والله موضوع الدراسة ده أبسط من كده بكتير تمام هو فكرة وحنا عايزين نبسطط وش عايزين نحاعد فعلا هو أبسط من كده بكتير هو بس فيه طرفين عندهم مشكلة في الموضوع الأهالي تمام الأهالي جون نمبر ون طبعا واحد واثن وثلاثة تاني مشكلة المدرس المدرس حقيقي يعني أنا لو المشكلتين دول عرفت إزاي إن أنا أعالجهم أنا الموضوع بالنسبة لي هيبقى يعني لأ أنا سهلة حقق فيه نتائج ونتائج هيلة زي ما بنحقق نتائج هيلة في التعليم الدولي تمام علشان برضو نبقى يعني بندي كل حاجة حقق هل ما فيش تعليم رسمي ولا مدرس رسمية بنقدر نحقق فيها النتائج دي لأ بنقدر بس لا تكاد تتعدى الاتنين في المية من نسبة جدا جدا طيب هي الفكرة وما فيها أنا مش بحط مش برمي حاجة على الطالب على فكرة أنا مش بطغ أنا في لحظة الراهنة أنا مش بتكلم مع الطالب خالص إنه يعمل إيه أنا بتكلم مع المدرس كل كلامي مع المدرس لأنه هو المفروض إنه في المراحل كرة التعليمية إحنا بنبتدي بيبقى المدرس عليه 70% الولد عليه 30% بنوصل في الآخر خالص إنه يبقى المدرس عليه 30% والطالب عليه 70% إذن إيه هي 70% إن أنا أفضل أديله كتب وأديله في شرح وأديله في ملازم وأديله في أسئلة وأجوبة وأديله في كتب خارجية ونماذج تلقين 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 ما هو مش ده مش ده خالص هو ده يعني هي جايز الكلام عليها بقى دلوقتي هو ده موضوع الساعة لأنه إحنا ما كانش عندنا أو ما كانش قدام الوزير حل تاني أو الوزارة حل تاني غير إنه تقيم الولاد والسنين الدراسية والدراسة السنية دي غير بالطريقة زي لكن هو ده اللي كانها المفروض هيبقى هيكون طول الوقت فكرة بقى ودي موضوع بقى يتناقش تيء مرة تانية فكرة إنه تبقى الحكاية كلها أونلاين وبس يعني انتهت تبقى أونلاين وبس تبقى الأداء أونلاين وبس عن بعد وبعد ما بحبش كلمة عن بعد دي لأن عن بعد دي بدأ من زمان التعليم عن بعد بدأ من زمان صحيح نبقى كان مع التعليم التكنولوجي اللي هو التكني 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 الزبط كده الكتروني والكلام إنه هو لا أنا ضد إنه هو يبقى بس كل الحكاية عبارة عن تواصله بينه وبين أهلا لا هو لازم يكتب على فكرة لازم يكتب لازم يمسك الألم ولازم يكتب ولازم يحل بإيده ولازم كذا نسبة دي حسب بقى حسب ما الوزارة تشوف حسب ما المدرسة تشوف حسب ما كذا يشوف لكن هل إحنا مثلا في التعليم الدولي لما بنشوف كده هو مثلا علاقته بالدراسة تقنيا وبس لا ده عامل مساعد هو ده عامل من العوامل المساعدة ده جزء من مناهج من طرق التدريس إنه الولاد إزاي يستخدموا التكنولوجي بمعنى إنه زي ما قلت الحديث كنته تعمل سورش على جوجل تعرف إزاي تعمل بس أمش مش أي حد بيعرف نعمل سورش على فك مش أي حد بيعرف إزاي يجيب المعلوم بالتدريب والممارسة هتعرف طرقة الحاجات اللي هي بتبقى يعني مثلا الويكيبيديا دي مثلا دي فشلة تماما بيكيبيديا دي ما هياش أي حاجة وفيه كده كم حاجة زيها بس أنا أعلمين إن المعلومات المزبوطة الدقيقة العلمية اللي ممكن تدور عليها للكبار والصغيرين هتاخد عليها بعد الممارسة هل ده وظيفتي أنا كطالب؟ لا دي وظيفة المدرسة تمام إنه هو يقول لي يزود الطالب ويرشدني تمام إنه أنا أعمل إزاي كده المعايير هو اللي حطها لي أنا طالب أنا مش عارف أنا مش عارف الكلام ده لازم أتدرب عليه من وانا في تلتة تدائم أعود أتدرب على الكلام ده طريقة البحث طريقة البحث طريقة التقييم طريقة الفهم طريقة القراءة إن أنا إزاي أعمل برينستورمين إزاي أنا أعمل عصف فكري مع مجموعة من الأولاد وأنا كمدرس جوه الكلاس وأقول لهم أنا عايز كل واحد فيكو يكتب لي الموضوع ده ويديني وجهت نظره فيه ويقول لي رأيه تمام يعني ومسلا موضوع التكنولوجيا في كده موضوع بيجي في أساس كتير جدا مثلا في الأساتي اللي هو أقول لي الحاجات السلبيات والإيجابيات للتكنولوجيا أنا شخصيا وضع تكنولوجيا مثلا أنا شايفاها حاجة مثلا أنا وحدة من الناس اتعذبت أيما كنت بعمل الدكتورة والأبحاث وكذا 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 إن أنا كنت لازم أروح أدور على كتاب وأعد أفتح وانقل منه وصور لا أنا دلوقتي الدنيا عندي أسالب كتير بفتح بعمل سوشال معلومة اللي أنا عاوزيها بعمل منها يعني قصايد تمام أرجع للأستاذ نادر خلينا نكمل لوصلنا لمقطة التامنة باللوطة التسعة دي مهمة أوي بقى دي اللي إحنا بنكونش بدنا منها خالص ديفرانشيشن يعني إيه هل إنت العشرين طالب قدامك كلها بنفس الليفل نوعي طيب الضعيف طيب القوي لأ أنا لازم بقى الدرس بتاعي يكون مثمر لكل دول تمام الشاطر ما يزهقش والضعيف ما يحسش المعلومات عليه عليه إنت كمدرس عارف مستوى الطلبة بتوعك عارف الكلاس ده في كم حد شاطر أنا مثلا بدرس فاصلين السنة دي فاصل شطار جدا وفاصل خيبين جدا تمام أنا عمري ما هامش بنفس الليفل وعمرها ما هتحصل لأ الشطار دول أنا بدل ما حضر لهم درس بحضر لهم درسين تلاتة في الحس واللي مش شطار بحضر لهم نص درس يبقى أنت هلازم تكون عارف ليفل الطلبة بتوعك ده كمان مش الدفرانشيشن ما بين الكلاس لا ده وذين ده سين كلاس جوه نفس الفصل أنا عارف إن البنت دي الكميونيكيشن عندها ضعيف هيركز عليها عارف إن العلية عندها ضعيفة خليها تهر أكتر وبالتالي أنا لازم أكون داخل الفصل عارف مستوى كل حد ومنظم البلانينج بتاعتي لكل حد دي مهمة جدا النقطة عشرة تكنولوجي التكنولوجي لازم التكنولوجي إنكلودد في كل كلاس طب هيعمله إيه؟ نعمل سيرج نعمل باربوينت بريزنتيشن ويطلع يقدمه يعمله جراف يعمله أي حاجة لها علاقة بالتكنولوجي عشان السكيلز دي إحنا لازم نتعلم إن وإحنا صغاري يتعلم التكنولوجي ويتعلم إن زي عبر عن الدرسة بتاعه بالتكنولوجي بالتكنولوجي الرايتنج طب أنا مدرس ما أسهد رايتنج زي الرايتنج مهمة جدا الكتابة الكتابة لازم يكتب يعمل لك رأيه عن النظرية يعمل لك نظرية ليه واحد زي الواحد يشاويت لنا أي حاجة أي كتابة الرايتنج مش مقصود بها كسكيل في الإنجليش بس طبعا أنا أنا هخلص كلية قلوم هعمل ماجستر ودكتوره أنا محتاجة أكتب فلازم أكتسب كمان مهارات الكتاب الكتابة العلمية مختلفة خالص حضرتك عارف طبعا كل اللي أحضر ماسترز عارف إنه لازم سيستم كله كتابة كله كتابة أكتبوا تعالى أكتبوا تعالى أكتبوا الخط فلاني الكوتيشنز كذا مش عارفين يعملوا سيتيشنز دلوقتي في الأبحاث السيتيز والفوت نوتس بشكل وفون طبعا أنا لازم أنا كمدرس أكون مدربة على الكلام ده تمام النقطة الأخيرة بقى آه دي مهمة أبدا Career skills Career skills مهاراته في الحياة بقى اللي هم الفورسيز كنا قلناهم أول سي اللي هي كرياتابتي إزاي الولد يبدع أنا كل درسي بحضره لازم أحط حتة إبداع للولد يبدع بقى في رسمة يبدع في مواضيع فكرة يبدع في حق يطلع لي منتج ما كانش موجود قبل كده تمام تاني واحدة collaboration مش cooperation collaboration يعني كلنا نتعاون عشان نحقق هدف واحد هقسم الفصل groups يا جماعة عملوا project عن كذا teamwork teamwork مهمة جدا number three communication skills أنا لما بتعمل team حد بيتكلم وحد بيسمع يعني حد عنده مهارة التكلم إيصال التكلم الconveying وحد بييرسيف فيبقى أنا استخدمت المهارتين وأنا بسمع أنا برد بانتقد فأنا علمته أنه ينتقد ويفهم رابع مهارة اللي هي critical thinking لازم أنت تفكر بنفسك مش كل حاجة نادر قالها صح مفروض بس لو أنت مش كلمني من اتناش يبقى أنا كل درسة كمان لازم أحط الفورسيس دول ده السيستم اللي احنا بنحضر بي اتناشر بوينت ممكن ممكن الدرس اللي أنا بقى عمله دلوقتي ما يكونش فيه تكنولوجي ماشي ممكن ما يكونش فيه حتة انتر كوريكلم ماشي تمام بس على الأقل فيه تمانية تسعة من دول لازم يتحقق تمام أنا نفسي إحنا كمدرسين في مدرس حكومية ناخد من ده اللي يفيدنا ناخد من ده ونطبق مش شرط كل النقاط في البداية لا مش شرط مش شرط أنا عايز حضرتك تشوف أي مدرس دلوقتي لو أي مدرس حضر يحضر معناه من مداخلة هيكتب بالزبط بيكتبوا تلات بوينت في التحديد بتاعهم تمام تلاتة بالزبط وبررر على طول وبشكل رسمي وبشكل ديناميكي ميكانيكي آلى آلى عشان لما ييجي هو كلهم صدقني المدرسين بأمانة مقتنعين لما يطلع نظر المدرسة لإنه محضر ولما ييجي المفادش لإنه محضر طب انت إيه لعما هي دروس تهلة أو ما دروس تهلة أنا مش بتكلم عن مهارض التدريس لا مهارض يبص على التحذير لا وبيبصوا صدقين بس عشان يمضي بدأ بكتب الكتاب لكن ما فيشوفهش المحتوى لا لا ما فيشوفش المحتوى والمدرس كمان أنا مش مش هدى فيه إنك تحضر الماددة العلمية نتعرفها أو أحسن مننا كلنا مش هكلم عن مدرسة علمية لو لاحست حضرتك إن المادة العلمية واخدها نقطة واحدة اللي هي البلانينج بس الباقي كله تكنيكس ومهارات بتفيد بيها نفسك وتفيد بيها أولادك طيب نرجع لموضوع بداية الحلقة عن التفاقل والطاقة الإيجابية والحضر ومصايب الحضر وهويل الحضر الموجود دلوقتي والأهل والطلاب والبيت والعيلة ورمضان حضرتك تشوف في أي ممكن واحد يعمل عشان يبقى شوية مستريح احنا تكلمنا عن تنظيم الوقت بس سف يعني فحاولت يعني إزاي ممكن الشخص ممكن يكون إيجابي رغم الظروف دي في حوال دقيقة أو دقيقتين أوكي يعني هنتكلم عن مثلا العلاقات الاجتماعية وتنظيم الوقت على فكرة يعني أنا لو صحيت من النوم وحددتي يومي طبعا الوقت كلهم يعني بطبيعة الحال عشان رمضان بيصهر وكل الناس تصهر بالليل وتتأخر شوية على ما تصحى من النوم الصبت طيب أنا النهاردة لما أصحى وأقول مثلا أنا حعمل مثلا يعني تقوز ديناية معينة حاصل لي حقرى القرآن مثلا لمدة كذا ولما أقلم يعني أقول للولاد والموجود فيهم ويعني وحيبقى صاحي معي علشان يتكلم برضه بطريقة وقعية جدا إن أنا حننح أشجعه علشان يعمل كده بعد كده الدراسة خلاص يعني بالنسبة لدلوقتي الأبحاث وكذلك هتخلص يعني هي فكرة الدراسة دلوقتي أنا بتكلم على أسبوعين ثلاثة فأنا بتكلم على فيما بعد إن شاء الله بعد الفترة دي تكون الأمور يعني بقت أحسن كتير بس فكرتي كلها في إن هما إزاي يبقى عندهم مهارات وهم عاديين في البيت دي مهمة ويزاي ما بقول لها إشغال الوقت إشغال الوقت فأنا بيحبوها شوية حاجات ممكن نعملها كلنا مع بعض الأسرة كلها تعملها مع بعض نهدى بقى كلنا يعني أنا لما لقي وعلى فكرة في مشاكل كتير ساعات بين الأزواج جدا ودي يعني وتفهمت في فترة الأخيرة بسبب طبعا واحد مش متعود إن هو يقعد في البيت والراجل عموما قاعدت البيت بالنسبة له شيء صعب جدا الست برضو بتعمل حاجات معينة يعني أنا أقصد أقول إيه يعني خلينا نعدي الموضوع بشكل إيه يعني إيه بمعنى لو حذلك تعصبت أو مش لازم أنا تعصب في نفس اللحظة على فكرة وديعنا فكرة ده تمرين بيحصل البعد من عشرة الواحد بالعكس يعني عشرة تسعة طبعا ممكن الناس تتحك عليها في الموضوع ده بس لا ستدقوني استعملوها هتلاقي الموضوع اختلاف كتير يعني هتلاقي في 30% مثلا المشاكل والحدة والشد ده بلاش الضغط على الولاد بس فكرة اللي هما يعودوا يدرسوا الحاجات بتاعت السنة الجاية لا طب بس هما يدرسوا الحاجات اللي هما خلصوا السنة اللي فات تماما يستقل معلومات إن شاء الله من فيلم على فكرة طب في دلوقتي المساعدات مش عايزة أقول طبعا عشان بس في أفلام ومساعدات بتتارد دلوقتي بجد هايلة تماما دي حجة من الحاجات اللي ممكن نكتمع فيها أنا جدا ساعد بيقودك معي النهاردة وأنا باستفيد شخصيا من نصيحك الصراحة أنا طول بالعكس بالعكس يريد لو ناخد ساعتين أو تلات نتقلم الناس كلها تستفيد أستاذ نادر مرسي جدا لوجودك معي النهاردة مرسي جدا مشاهديني كرام نشوفكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع اللي جاي وحلقة خاصة عن دراما الرمضانية والمسلسلات تخلوكم معنا يوم الحد اللي جاي في نفس المعد شوكونا اللي مستخدموا متابعة ومع السلامة